الخيارات الاستراتيجية لانشاء المشروع طبعا هناك عدة خيارات استراتيجية مام رائد العمال وهي إما أن يبدأ مشروعا جديدا وإما أن يشتري مشروعا قائما وإما أن يحصل على حق الامتياز التجاري طبعا لكل خيار استراتيجي مجموعة من الإيجابيات والسلبيات فنبدأ بالخيار الأول لذكر ثلاث من إيجابياته وسلبياته ففي البدء بمشروع جديد من الإيجابيات أولا لدى رائد الأعمال الفرصة لإعداد دراسة تفصيلية متكاملة عن المشروع ثانيا يمكن اختيار المشروع المتوافق مع إمكانات رائد الأعمال المالية والفنية ثالثا يمكن اختيار الموقع الملائم للمشروع بالنسبة للسلبيات يتطلب الكثير والمزيد من الوقت والجهد ثانيا يتطلب تكاليف عالية لإجراء دراسات تفصيلية مستقبلية أو مسبقة وثالثا قد يحتاج إلى قدر كبير من السيولة النقدية لتوفير الأموال الكافية أما الاستراتيجية الثانية وهي شراء مشروع قائم فنبدأ بذكر الإيجابيات أولا عدم الحاجة إلى إجراء ترخيص جديدة ثانيا الاستفادة من كون المشروع قائما وله سوقه وزبائنه ومورده وموظفه ثالثا الاستفادة مما للمشروع من خبراته العملية من نقاط الضعف أو السلبيات أولا قد يتم عدم الإفصاح عن الأسباب والخفايا الكاملة وراء بيع المشروع التي قد تكون غير إيجابية وغير مرضية ثانيا قد لا تتوفر في المشروع الخصائص والمقومات التي تبحث عنها ثالثا قد لا يتوافق المشروع بدرجة كبيرة مع تصوراتك وطموحاتك للمشروع المستقبلي أما بالنسبة للخيار الاستراتيجي الثالث لإنشاء المشروع وهو الامتياز التجاري طبعا الامتياز التجاري هو أحد أهم الخيارات أمام رائد الأعمال وهو المرادف أو البديل لتكوين المنشآت الصغيرة وهو متاح في مجالات وأنشطة الأعمال المختلفة طبعا حق الامتياز هو طريقة في التجارة تقوم من خلاله شركة مانحة الامتياز بمنح الآخرين مشتري الامتياز الحق في إنتاج وبيع وتوزيع أو تسويق منتجات أو خدمات الشركة الأصلية بما في ذلك قيام الشركة المشترية للامتياز باستخدام اسم الشركة المانحة الامتياز وعلامتها التجارية وسمعتها وإجراءاتها وتقنياتها في البيع لها الاستراتيجية الثالثة لها مجموعة من الإيجابيات والسلبيات من أبرز إيجابياتها الاستفادة من خبرة مانح الامتياز توفير الدعم والتدريب المستمر وثالثا الاستفادة من قوة العلامة التجارية في جذب العمل من نقاط الضعف أو السلبيات التقيد بتعليمات وشروط مانح الامتياز ثانيا موقف مانح الامتياز أقوى عند التعاقد ثالثا الزام الممنوح بشراء بعض المواد والمنتجات والخدمات من مانح الامتياز حتى ولو كانت أغلى من السوق